بابا هل الحمير بتتجوز؟ يا حبيبتي ما بيتجوز غير الحمير ممكن تحكيلي حدوتة؟ بص يا حبيبتي انا بقى رأي الجرنال ممكن احكيلك الحدوتة وانا بقى رأي الجرنال بلتجيان يضربان شاب على امتي رأسي ان شاء الله يجي لهم ضربة في ايديهم البلتجية دول ويدربوا امه ليه هي عملت لهم ايه؟ انا عايزي قولك ان وزارة الشباب وريادة عملت احسائية اطلعت فيها ان نسبة التعدي بالضرب على امهات الشباب وجستة مية في المية امهات الشباب؟ امهات الشباب دي بقى غير فراخ الامهات؟ امة رأسه يعني على رأسه من وراء يعني وامة رأسه به دي حبيبتي هي الموعيزة اللي هتطلعي منها ملحة دوتة ده الوقت حميدة مبارح ضرب ميده على ام رأسه والفصل كله سقف وميده قاعد ساكت انا لو ما كان ميده ده ما كنت تسبت حقي كنت تاخد حقي لو على جستي انا ضربت شريهان ونلي مبارح ومدربت شريهان ونلي اللي معرفتش تحل الفوزير؟ مهم ده رأموني مهول كل فعل رد فعل مساوي له في السرعة وموازي له في الامتعال حاجة تارف حاجة تارف الشوارع مالينة بلطجية وصيعة وولاة الادم ومعاكزات اي يا صناء مالك فيه ايه؟ مفيش حاجة وانا جاية من عند اول الشارع وماشي في امانت الله ومروحة بيتي الواد لمونة وفراولة وحرانكش ومشمش عكسوني ودايقوني قالوليك ايه العال دي؟ قالولي يا ها قالوليك ايه؟ قالولي يا تعالي تعالي حكيلي في ايه؟ قالوليك ايه؟ اقولي يا غراني ان شاء الله يا ربي يجيلوا نقطة في لسان البعيد البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحتة وما تخنقتش بقالي فترة يا عكس اختي؟ لا 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 اهدى يا عادل اهدى يا ابني وقصر الشر عشان خطره؟ انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاء الودة اسمه ايه الودة؟ الودة اسمه ماشمش 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 وعمل لي راجل بيعودوا في ايه؟ بيعودوا ساعة عناسي وساعة في ساعة البليارد وساعة في غزة الودة بالروس ماشي انت عرفت من ايه؟ انا؟ ساعات لما بقى جاي من مدرسة كده بقى رقيبهم قصدي بشوفهم معاديين في كذا حتة انا هتصرف معاهم اسمه ايه؟ ماشمش ماشمش وعمل لي فيها الراجل وبيعاكي سختي ينهر اسوح يا قد انا بقى هخليه مربط ماشمش عادل 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 ما تعورش الولد يا عادل عايزك تسيطر على مفعلاتك وغريزك يا حبيبي انا مش هسيطر على اي مفعلات وانا يا هم العالدي نسيوا نسيوا الايام ما كنت فورما انا هفراجهم اسمه ايه؟ ماشمش ماشمش ايه؟ مالحكشوني يا ماما اسكوتي بقولك يا كبير هو الود اللي هناك ده هو مش مش هو ده مش مش؟ اه ايه ده انا خليه برقوق ومن غير بزر كمان طب بقولك يا كبير ما تخليه بطيخة عشان يبقى عالسكين انا هفراجهم دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح انت مش مش؟ اه انا مش مش اي خدمة؟ طب اوزن لينا اتنين كيلو ويكون من غير بزر عشان ما يتقلناش الميزال ايه؟ ايه ده مش مش محقول هرمونات ولا ايه؟ ايه دوليا ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني ايه دوليا ما بلاش شك يا خالص يا سابعني ايه دوليا ما بلاش خفيف منك لو عايزين كم كيلو سكر قلتولي اه حضرتك بص مبدئيا احنا اسفين اسفين؟ اه لا انتو تتضربوا الاول وبعد كده تتأسفوا بص حضرتك احنا ما عندناش منع ان احنا ننضرب بس اهم حاجة متلزعلش اه اهم حاجة حضرتك متلزعلش يعني بس الطريقة على ماش بش مارنس واعد مع ترابيس وبنش اه حضرتك احنا بقى قلتلناش على القسم دي خالص حضرتك انا مين دي يا واحدة ما نعرفاش خالص حضرتك بص احنا هديك العنون بتاعها وانت تصرف براحتك ايه روح انت بقى هناك كده اتعلال انت يا حلو ليه? هتدي بيك انت الاول لا انا مين اللي قاله هتدي بك انت الاول بس اسمع يا دول الحقلي هدول بقى حضرتك هو ده السبب حضرتك هو ده السبب حضرتك لأن هو قال لي أن انتو عكست أختي وأنا قلت له أنت مالك دول ناس محترمين ليستحالها عكسه حد ولا حاجة وهو قال لي لا أنت مش رجل ولا إيه تعملي بيو عراضي ليه حضرتك ده منظر رجل ده أنت هتتشقل أبوس إيدك أبوس إيدك أبوس أنا خدامك أباشا أنا من إيدك دي قال لي إيدك دي هو اللي كان بيجوعني هو عايز يطعيش يا فاكدف ولا هو هو اللي قال لي تعالي لا 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 حضرتك أعطي عيش بعد إذنك بعد إذنك حضرتك حضرتك أعني أنا لا أنا ما أطعتش عيش ولا هذا ؟ أنا بالعكس زودتو الشهر ليه حضرتك كدفك ده فيدي سكت انت اللي كان هتروع على المبيه كدفش ساكلته وواعد كده ننخلص على بعض أميず أ ramaral محلم تيتي تاخذ مين على المبيه يا دخل ايه لحظينا تاخدنا على المخزن لانا ممكن ااخدك بقى عندنا في البزار احناتك وبيعك مع التماثيل ايوه وممكن اكسارك زي التماثيل وبعدنا اقوم لحمك وبعدنا اقوم رميك في المخزن تاني اوه احنا مرناش الجالة ولا ايه فيها رمز فيها جدعان اوه بقى معلم تيتي زي كانوا بقى هما مفكرين نفسهم فاكهة فاحنا اقفاص ايه؟ ايه؟ بكنا غلط عزلت يا معلم تيتي ولا مش زيب العادي ايه النهاردة شوك يا مش مش انتطرحه امتى فيها؟ ايه القزاد انتطرحك به حدرتك 에�vasي خلاص يماش أنا بعكس كل يوم 30 و 40 واحدة يا معلم تيتي بانهم مش هيتبلغ عليك يعني يا مش مش لازم تعتذر له ولا غلط خلاص يا معلم تيتي عشان خطرة كانت هاعتذر له ذلك عليك يا كابتس نادي رأسك يا بص ششششششش أنا مش قابل اعتذارك وهتضرب يعني هتضرب بس يا حيوان بس يا حيوان يا دولة عشان يتعلموا الأدب بقى وبعدين أنا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه لا أنا مش هزيب العادي المهاردة همعلم تيتي انا اتكلمت انا اتكلمت وحيث ربما انبقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعديك واصطفلوا مع بعديك وهتلينا شيء معلم واقل هتراهن على مين ثانية واحدة ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل اي حاجة حضرتك يعني ما ينفعش موضوع ان كنت تضربنا دا يعني عيب احنا ممكن نتخاني معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة بس احنا مش جاهزين دلوقتي انا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المغزة انا مش كده لا رمزي اعلم ايه؟ اعمل ايه؟ حيموت النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ ايه؟ بعد ايه؟ سبلينا بس اسبوعين يما اعلم مش مش يعني سبلينا اسبوعين نتضرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله ويكون المعلم مش مش استقع وطلب الاكاد خلص عرفت؟ ما تجي نجري حسنا دول لا نجري ما فيش وقت للجهدي احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ ايه؟ هنتضرب في الجم يا لها شيل الوازن يا خرق كفاء يا كابتل مش قادر ما عادش اقول لك فايا انت زي ابو خرق من اربعين سنة ما عرفش شيل الوازن ده؟ جبت اخري يا كابتل قام قمت فاعدل جبت اخري روحينا مع البتاع اللي انق دي و محادي شعلي جبت اخري ايه؟ لو قدولنا ده مثل كرباك يا عم يعني احنا بدلا ما كنا نتضرب في الخناة هنيجي نتضرب هنتضرب في التدريب يلا بينا محاديش يا اتحرفك بالهنا دخول الحمام بزي دخوله اخرها ايه حضرتك حضرتك بقى هنتكرى علي الله بقى يعني احنا كنا جايين نتضرب يا الحضرات محاديش يقول! هنتضرب ايه لاني حدد؟ طيب يا كابتن معصعس يعني احنا هنتضرب امتى؟ اه معصعس! مدلعنا! مدلعنا! مقصدش حضرتك! حضرتك! مقصدش ان هو يدلع حضرتك! دي زلفة لسان! هو يوصد يعني يسألك احنا هنتضرب امتى بقى؟ ايه لاني حدد؟ محاديش يحدد! حدد حدد! انا كابتن عصوصها! حاجز على الولمبياد! كلها في العطبة الزحبية يفلوا بيابا انا! محاديش يقول لي امتى؟ حاضر مش هنقولك امتى؟ امتى طيب؟ اه يا ابك اده امتى؟ مش اقول احسر انترفيوه! ومعدين تعملوا الابلكاشة؟ حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولة! ابلكيشن ايه هي اسمها الابلكاشة عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم انت كواها يا سؤالة! انت كواها يا سؤالة! لو ييجي منك هالة! حضرتك يعني يا كابتن انا كويس وييجي مني ولا ايه؟ حقوة الكلام معاك كتير! مش هيجيب نتيجة حالة! حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك! وانت من غير الكورباج! ما تبقى بيش! ما تبقى بيش! طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت! يعني كنت بتدرب جنباز قعدت لعبت جنباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلاً بس مرة وانا بنط من على الحسان على المرتبة ما نقلش المرتبة فوقعت وصبت حضرتك وانت يا أهلا! انا اللي شيرت المرتبة من تحتيه حضرتك! ايه يا دولكم انت عايز انام يا عم بقى! السؤال التاني يا أهلا! اخو بالحكمية للصوحين التاني عشان نحويس! حاضر! 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 ما هي؟ دوافع التدريب! حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك وبعدين اتفاتي معهم ان هيبقى فيه خناءة بعد اسبوعين فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني اسبوعين دول حضرتك يعني دوافع هاسئلها بأسة بيها! حضرتك انا خطتي عبارة عن ايه بقى؟ انا اخلي الخصم يقعد يضرب فيه يضرب فيه لغاية ما يتقف وبعدك اقوم ان ادخل منول ومنول 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 وجايبوا على الارض محدش يحدد الخطة! دي استراجياتي اهلا! محدش يحدد! ادحاوي يا دول ادحاوي! سنة 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 هيطلع نار من بقص برد اطال! انا! دوافع قال! انا توافع التدريبي ان انا اتشغال عنده يعني وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناءة ديان حضرتك دوافع لا بأسة بيها! دوافع لا بأسة بيها! مين اخليك يا كابت المعصص? السؤال التالي! وهو صاحب اوي! وهو خارج الاسئلة اللي انا كنت حطتها في الابلكاشة! مين اللي كان بيلاجي واختك اهلا! حضرتك مش مش ماجنص ولمونة حرانكش! مين اهلا! كشكش فسفس ولمونة مصمس! مين اهلا! فسفس حاس حاس ولمونة حرانكش! اهلا! اهلا! دي بقت معركة اهلا! اهلا! الترتين على مش مش! اهلا! سيبني على كابتن ام لا! اهلا! أنا هو أنا هو أنا هو اطحن جامد يلا اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول العضلات في الجزمة عشان نعال خناقة دولا هو الأكل الكتير ده هو اللي بيتطلع عضلة البطن أيوة قوة ما تطلع لك عضلة البطن بقى أي بنية حد منهم يدهالك يدوا توجاعوا يلا إلا ما بدينا عليكه تمرينه ولا حاجه أمال فين العضلات عضلات؟ يا مما العضلات دي مودة قديمة احنا دلوقتي بنرب عصبeline أول رب يا لربي وهذه الا فكرة فيه أنا حسس إن عضلة الرجل بتاعتي بقى الضخمة أولا فكرة ليش يا لذي إن كده عضلة الرجل أما تيجي تضربهم بالشراليت يا نهاريث واح رجلك ما يجرلهاش حاجة وكل عضم يلا كل عضم عادل عادل البتاع دي انا هعمل بيها إيه هعملها شربة ولا حقلي بيها سمك بدل الدقيق. النبي انا خلت المعادل اعمليه طبقين كده بس حط عليهم شوية جدس الهندك ده هو المزبير. يا غابي غابي. يلا انت فاكرها مهلابية يلا. نا ده ما بيتعملش كده خالص بص يا ماما. اعمل هولنا سندوتشات ناخده معنا واحنا رحين الجاملة. حاضر يا حبيب. عادل. يا عادل. الكاليروس اللي في الباودر ده لازم يتحرق وقالها هيعمل تراصوبات على الكبت. خلاص يا نبقى نبلع لهم يا دولة بقى يعني قرصين فحمة كده. لا انت ابلع كمية فحمة كبيرة. وبص الكبير ده خدوا ولعوا وابلعوا بعد الفحمة ده يديك طاقة يا لا. انا الخناء معادها امتى ان شاء الله? في القهوة. تسألي ليه? عشان يجي نتفرج او نعزي. اه بس مش فيكم طبعا فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قراهم. يلا. كلينيكس بصورة. زوارت. 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 اكيد بلعت العظمة يا غبي يا غبي وديك ارقاشها الاول. تتعامل مع الاكل ككلب. نعم. سمعيك. عادل عادل. ايه ماما. خد سندوتشات البودرة. كويس ايه سندوتشات. اللي يفضل نبقى ايه? نتفرج. ايه دو. مانت خسيت ولا ايه? طب و العذلة. دي كده ايه دولة. هاي زايدين. دي بتطريقش رييه. هايل 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 احنا نطول مع المرحبة مضلية في زمن قياسي. ده فضله كتير بقى ده لسة طبعا. ده حضرتك يعني ايه? دولة انا ساعة دولة بقى ما تخبروا من يوطل التكييف ده دولة. ما انا قلتلك البيس بلوفر تحت الفلين انت بسمعش الكلام هو ده المطلوب هو ده المطلوب كده وصلنا المرحلة ان احنا ممكن نتضرب ثمان ساعات دون اي ارهاك حضرتك نتضرب ثمان ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتضرب لمدة اسبوعين عشان نتضرب ده استراتيجيات هاي؟ ما حدش يدخل في الاستراتيجية بتاعتك اه كابتول معصعس انا جسمي مش حاسس بي والله هو ده المطلوب هو ده المطلوب ايوه على الخطات اللي قبل كده الخاس ميقض يدرب 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 لحد ميزها اول ميزها حيمشي وسيبك حضرتك يعني بس دي خطة عجيبة يعني بلا خطة عجيبة على حاجة دي كانت خطات المعكاب في ناملة يفضل يدرب 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 ايوه بس للاسف ما نزهقش مني هرالي دهربه مفترة علي ماريش ماريش الحمد الله الحمد الله يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصقوسة ان شاء الله خير يعني ان شاء الله باسد الله هنسمع سمع خير او نسمع سمع هس اه طب يا كابتن عصقوس يعني انت مش جاي معنا لخيناء بكرة اع وقل ايوه من الى يروح معك citizens من الى يروح Low خلي بالك من نفسك يا ياسمين رانيا خلي بالك من ياسمين ماما لا لا يا عادل بلاش مترحش الخناء دي أنا خايفة عليك ما تخفيش يا ماما ما تخفيش يعني هيحصل ايه سيبيه يا ماما سيبيه روح يخد لحقي هو مش راجل ولا ايه بصي ما تستفزين ايه زيادة ما انا مستفزي انا هعمل ايه بحنا رقي نموت اهو نقنو نقنو انا كنت عايزك يعني انا تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنو يا حبيبتي يا امر يا احلى حاجة في الدنيا كانت عندي يا ربي يا حبيبتي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي ما انت شايفني رايح اتهبب اهو من رايحين نضرب العيل اللي يعني عكس اختي انت جابت عكسها قدامي يا غبي ايه يا دولة بقى يا عم بقى ايه بقى وبتزقت كمان يا دولة وانت كل يوم يا عم تدبي لك ماء علشان اختكت عكسة يا دولة انت كده هون يعني هتتخنم معتوب الارض اخرس اخرس دو بيعاكسين عشان امش معبراهم ولا بصالهم يا حقير زيك كده يا عادل لو سمحت انا عايزة تذكار من المعركة اللي انت رايحها تذكار يعني اجابلك متوى بتاعت الخصمة مثلا لا 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 انا عايزة الملابس بتاعت الخصمة علشان افرح بامتصارات جوزي خلاص نجيب بيس افكرني نجيب بيس ده حاضر دولة يا الله عادل لا استنى انا جاي معك عشان نشوف طاري وهو بيتاخد يعني انت هتيجي معانا هترجع مع مين حضرتك معاكم احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع الاصر العين من بره بره يعني لا خليني احسن على فكرة نقنق انت ممكن تتفرج عليه في التلفزيون الخناقة هتتزاق على فكرة يلا السلام عليكم عادل عادل بلاش يا ابني اغز الشيطان وقعد خلاص يا ماما خلاص سبق السيف العسل طب خد الحجاب ده خده عشان يحروسك يا حبيبي ماما ماما بيفتكري ان عندك ده يلا 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 عادل عادل باي عادل باي الو مريس انك ده خلقنا النار وقسرنا عين الشيطان عندك اتنين النابل احلتين شباب بدقوا بدقوا وبتهوى على ايه انت دلوقتي احنا لسه الضرابنا اسبنا يا ابني سبنا خليه هوى يا دولة ده انا هموت من الحر يا ابني انت كده كده هتموت من الحر من البرد كده كده هتموت لحظة بقى ايه معلو فيك ارهان على مين يا بشر وده اسأل يا اهبل بشمش وحرانكة ولا بشمش وحرانكة ايه دولة ده وما فيش حد خالص بقول دولة ورمزي نور ايه يا ابني ما الناس مش عايزة تخسر فلوسها طب لحظة واحدة يا دولة ولا حتة امورنا بكباتش مش مش وحرانكة مش مش وحرانكة مش مش وحرانكة يا غبي يا غبي ماهو ما عندكش ورصة اياخدوا الفلوس دي لما انت هتموت يا غبي بس اهلا بيك يا رجالة اهلا بيكم في الخناقة الكبيرة الكبيرة قوي اللي الجيزة كلها هتتكلم عليها يا انا هرابيات يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزة تتكلم نعرف هيقوله ايه كده كل الراعانات وصلت والان تبدأ المعركة يلا محمدي محمدي جاد ايه ده ايه ده الدولة هو مكتوب ايه مكتوب الجولة الاولى والاخيرة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نخرى يا دولة ما كده كده يبوت يا دولة تبخش انت طيب يا دولة خش يا عم ات العمر صير او ادولة حس عشان تضربون ابرحكوا بعد ايسا يا كبه يا دولة حد انت هموت في ايدو هموت في ايدو الحمد لله الحمد لله برضو يا مش مش انت وحنكش لانتوا بساك دليل خطر وعلى فكرة المرة دي مش معاكسة ده اعتتاء بالضربة على المواطنين طه ده مسكرة على البوكس بعد ايسا حديك ممكن اركب البوكس؟ تفضل تفضل ياما يا بوكس ياما يا بوكس انسحاب 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 مش مش وحرنكش وفوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي انسحاب ايه و لا بدا و ايه ايوا يا باشا انت حطيتلي كم معلالة سكر هنا اتنين يا باشا انا باشرب اتنين لا تلاتة يا باشا اجري هتمع لها اجري بس كده عناية ميه ده؟ إزاك أبو رحاب؟ أه؟ ألف سلام عليك مارك تفضل تفضل إزاك يا عادل إيه اللي حصل لك أبو رحاب؟ بقول لك يا عادل متعرف ليش سكة عيارة بلطيجية؟ ليه؟ عايزهم يضربوك تاني ولا إيه؟ وأنا مش هشيك حق يعني مش هشيك حق ولازم أنزل أتخانق تاني؟ أيوة بس يعني أبو رحاب متهالي يستنى لغاية أن ما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على مية بيضة آه أنا؟ أبو رحاب على سنة وروحة يتعمل كده فيه ويصلي ده؟ إيه اللي حصلك بس أبو رحاب؟ آه يا أبو رباب آه أبو رباب أخوك؟ نكوه يا أبو رباب هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل ماد يتباقي في حياتك آه حياتك الباقي والله أنا معرفش أنا لو كنت عرف كنت جيت على الزيت يعني وهو كان عيان ولا إيه؟ صحيته كان الزيت بوم شاب في سنة كده وعنده بنت سنة من سنة بنتك كاسمية وكان أحد في أمان الله مع عمه وقته ومراته وحماته وقت مراته وهب طب ما طب استأذن أنا بقى منك تستأذن إيه أنا ما كملت لكش؟ أصلي بقى ده ساب ورثة كبير أبو الورثة ده كله واحد جيه قرش فيه قاعد يعض في الكل وفي الآخر جيه أبو إهاب عض في الكل أبو إهاب عض في الكل؟ طب وإنت عملت إيه؟ مهر إهاب ما شفتتش عضت في إهاب وإهاب ما شكتش آه عض في المرحاب عنيف المرحاب؟ أنا بقى ما شكتش أنا راف آه وإنت برضو عضت فيه بس عضت إيه؟ إنت واضح إن إنت اللي خدت عض ملحقتش تحد بقى؟ بقى أنا ما كانش أصلي أنا كان قصدي كله الصلح وخلاش كنا هنصلح ونبقى كويسين جاءت أم إرحاب عضت أم إرباب الدنيا والعقد راح تجابي تخوها أبو خالد عض فينا كلنا إيه العلاء اللي تسعر دي؟ عادل دولة 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 حبيبي عادل عادل دولة انت مستجل لي يا دولة رامزي رامزي سيبني دلوقت خالص عشان عمال أفكر في موضوع كبير طب حيث إنه كبير بقى يا دولة فممكن يسعنا أنا وإنتا يا ابنة أنا بفكر في موضوع كبير مش في قدة نوم تسعنا إحنا الاتنين سيبني يا رامزي لو سمحت طيب خلي بالك بقى يا دولة لإن انت بتتصرف ساعات غلط والغلط دوان ممكن يقلب بأخطاء ولا يا رامزي ابعد عني الساعات يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبني فكر طب دولة أنا يعني كنت عايز حاجة منك يعني بس ياريت تبقى بيني وبينك سر سر؟ انت عندك أسرار يا رامزي قولي يا ابن قولي أي سر انت عايزه سررك في بير أنا ابن عمك كنت محتاج منك ألف جنيس ألف ولا كأنس مات حاجة سررك في بير ما تقلقش ألف جنيه إيه اللي انت عايزهم يا دصائر؟ تعمل بيهم إيه الألف جنيه؟ يا دولة أنا بقى عايز أعمل عمليه في عناي علشان أشوف بيها من غير النضارة دي آآ يعني انت متداق من النضارة؟ انت بتشوف كويس من النضارة؟ آآ طيب عايز تغير ليه النضارة يا ابني بطل طمع بقى يا رامزي بطل طمع يعني يا دولة يعني هو الإنسان هياخد إيه يعني في دنيته دي أناولا هيسيب وراء إيه يعني؟ يا رامزي انت مسيت الوطر يا ابني أكيد من غير ما تقصد فعلا الإنسان هياخد معا إيه؟ رامزي عايز أسألك سؤال مهم جداً وفكر قبل ما ترد على طول يعني دلوقتي لو انت مسلاً جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني ان شاء الله انت لقيتني موت بعد الشر عليك يا دولة انت لو موتت أنا مش هصحى يا سلام يا سلام أصيلة يا ده رامزي طبعاً مش هتصحى من الزعل عليا طبعاً لا يا دولة لأن انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده البزار والزفت البزار والزفت ماشى يا رامزي طيب يعني عموماً صحيت انت مش معقولة هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك اكيد هتتهبب تصحى صحيت تفتكر بقى في البيت عندي هيكن شعورهم ايه يا اوه خدي عم عندك اول حاجة دولة رانيا امراضك هتفرح علشان هي هتنام لوحدة على السرير علشان انت نومك كله طرفيس وسناقها بتقوم تاردة بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله طرفيس نوم أمي كله ترفيس ماشي ماشي أنا مش عايز أتكلم معك مش عايز أتكلم معك يا رمزي خلاص ليه يا دولة؟ لأن كلامك كله ترفيس ابعد عنا يا رمزي طيب دولة أنت ما سألتنيه شي عم بقى أمك يعني بعد الشر لما أنت تموت هي هتعمل إيه؟ ما أنت خلاص قسمتها يا ابني أمي هتنام في السرير اللي وحدها لا يا دولة أمك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز السد الكبيرة دين هتقوم تجوزها وتشرط بقى البت ياسمين وتطرد رانيا امراتك دي يعني رانيا هتقوم جاية هنا في البزار وتقوم ترداني برا بس أنا يا معلم مش هسكت لها ما تزعلش يا دولة لا أزعل ليه؟ ما أنا بعد ما موت أكيد دا مش هتبقى امراتي يعني عادي بالظبط هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البزار وبنتك سياسمين دي كده من شعرها وطلعه برا وهقوم بقى جايب أمي بقى هنا هو أن تقعد مكانك في البزار يا دولة طيب وإنت هتعمل إيه؟ أنا عادي يا دولة زي ما أنا أنضى في البزار أمي تهزقني يعني الشر اللي أنت حملته دا كله عشان تفضل زي ما أنت مرمطون في البزار كده يخرب بيتك يا دولة يا دولة القناعة كنز لا ينفذ دا ينفذ أنا اللي غلطاني اللي بفتح أي موضيع معاك يا انهارة ضياط إذا كان رمزي لها بل بيفكر بالشكل دا وما للمصايب اللي عندي في البيت بقى هعملوا إيه عشان الورث دا دولة أنا عندي فكيرة أقولها لك لا ما تقولش عيني يا حاضر يا دولة اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت اتوصى بيهم أعمل لهم إيه؟ أنا أزل لهم سلطات زيادة أعني؟ يا عم بقى افهم بقى أه أنا آسف أنا غابي أنا آسف تفضل بحضرتك فهمني يا خطرات اتوصى ديا يا دولة يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله إرحمك يعني يعني كل واحدة هي هتاخد إيه؟ خربيتك أصدك الوصية الوصية إيه يا عم بقى الوصية دي يعني مسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولة بتاع أحمد عبدالعزيز وأخته الكبيرة اللبنة عبدالعزيز أيوة صح دول إخوات بقى محمود عبدالعزيز ولاد الحج عبدالعزيز يا جماعة أنا جميعكم النهاردة عشان أقول لكم إن الأعمار بيد الله يا سلام ومن إم تعرفت المعلومة دي؟ أنا قصد يعني أقول إن محدش دامن يعيش لبكرة يا بيبي ما تقدرش تقول كده لإن المعادلة الرياضية بتقول إن العمر الافتراضي للإنسان يتناسب أو لا يتناسب جزئيا أو غير جزئيا مع حالته النفسية أيوة بس الرياضة عمرها ما بتطور العمر المهم يا حبيبي إنك دميرك الحي يبقى صحي على طول وتحط راسك على المخدة وتنام على طول أي ما المشكلة بقى فنام على طول دي يعني الموت طبعا علينا حقيا ده وضع طبيعي وده اللي أنا عايز أقوله لكم يعني بعد الشر علينا كلنا ليه بتجيب السيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع لازم الواحد يبقى عارف والإنسان يتعامل معاه ببساطة يعني آآ الكلام ده موجه ليك يا ماجيدة الحي بقى يلا قومي كفر عن بعض من زنوبك يا إنتي عايز ده هتقوم تعمل إيه يا؟ تمد دقيتها في شغل البيت شوية إيه تمد دقيتها في شغل البيت وزنوبة تتجننتي فوقك ولا إيه؟ أنا الحمد لله حياتي كلها حلوة وكمان الصفحة بتاعتي بيدها وفيهاش نقطة سودة ولا خدشة واحدة ليه يا أخر مرة رشتي إمتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا إخوانا حرم عليكم فيه إيه قطر من الموت يخليكم ما تتخنقوش مع بعض بس بقى تتكدوا خليوا راجعي أنا في تتكلم على ده؟ إيه العبد ده؟ شايف يا ماما عاملة فيها مؤدبة ودوا الراجل فويسة خليه أنا فيها تتكلم مؤكد عايزة منه مصلحة يا باي يا باي عليكي وعني ارحمي نفسك وفي السوسة العملة يكن في لسانك ده مش معقول بس مالكيش دعوة بنت هي بتتكلم صح؟ خلص أنا بقى مش أي الحاجة وإنتو الخسرانين آآ خسرانين ليه يا عدل؟ هو أنت كنت حتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة؟ طب إيه ده كده أقول تحب أعملك شي؟ أنا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عملة تتحلب وتتسحلب علشان أكيد عايزة في مصلحتها حاجة آآ خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمة للتاني أنا مستعد يعني أستنى بس أهم حاجة ما حدش قطيعني حد عنده حاجة؟ استنى يا بقى أوكي دي يا واحدة انت كلبة وقاللت الأدب ومش متربية ومش هنقطع طب استنى بس استنى علي بس ما يخلق هتشوفها هتفضل لي أعدل ما حدش هيقطعك يا جماعة أنا قرر تقسم صروتي قبل ما موت ليه وانت حاسني حتجيلك صرو قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحزبة بتاعت الصروة تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحة وطولت العمر يا حبيبي يا مام الأعمار بيادي الله وده واقع يعني فالواحد عايز يزبك كل حاجة عشان محصلش بينكم مشاكل حبيبي قلبي احنا كلنا هنا بنحبه بعض وما نقداش نستغنى عن بعض أبداً عمرنا عمرنا يا عادل ما حنعد ببعض أنا متأكد يا سناء ان انتوا هتعدوا ببعض اذا كنت انتوا بتعدوا ببعض وانتوا محلكوش اللضة أمال بقى لما يبقى عندوكو بزار والشقة دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعدوا هتعدوا يعني لا لا يا عادل كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجة جنب الحب اللي بينا اللامور هو ده بقى الكنس الحقيقي اللامور ايه بس يا حماتي يعني ايه ياريت تنسي حكاية الافلام الفرنساوي دي بانوراما فرنسية اللي بيجواها في التلفزيون لغوها خلاص عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده تفال وحش خالص انا دخل قطي وانا زعلانة منك هاخد منك ايه انت يا مقاشفر يا خوفي منك انت بالذاتة سناء لان انت بقى في العد عارفك زمان ما كنتش بتسيب حقك بقولك ايه سيبني روح انام انا اللي حمسك طبور الصباح الصباح في المدرسة وانت عملتك يا عمي سيبني انام طبسك طبور الصباح يا عيني ده العيال مش هيروحها اكيد بقولك ايه عادل انا زعلانة منك جيدة عشان الكلام اللي انت بتقوله ده ما زعلانة كلنا بصراحة اه وانا كمان لان الحاجات اللي انت بتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص عادل عادل انا عادل انا ليه الشقة ودي مش انا ليه مني ولا حاجة اطلاقا انت عارف يا بيبي الشقة من حق الزوجة وده مثل شعبي معروف الشقة من حق الزوجة ده مثل شعبي ده ايه الحلاوة دي امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون بستفدتيش منها حاجة بيبي شوف بقى انا بقولك اهو انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي انا بقولك اهو انا ما قلتش كده يا ستي بس كل واحد برضو لازم ياخد حقها يا رانيا اوكي اوكي انا موافقة انا كل اللي طلبام من انك انك بس تسيب لي لجام الامور اسيبلك لجام الامور على اساس انت بقى ايه مسكة لجام وراجبة وانا حمار يعني يا بيبي ارجوك يا حبيبي انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك ثم ان انا بصراحة كده حايز اقامل مستقبل مامي اقامل مستقبلها اه طب ما دخليها حقوق او تجارة على اساس ده يقامل مستقبلها مستقبلها يا رانيا اصبع على خير اصبع على خير ايه وبعد ما تنام بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده واقولك على القرار اللي انا اخدته وبعدين اللحزة بقى ان انت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلبت في الموضوع ده فهمي ده معناه ايه ها اصبع على خير معناه انت من اهله اهم área يا عما اقوله اتفضله اتفضله ايه هقعده او تفضله يمشو اتفضله وكله اهم اتفضله وكله ماشي غرامة معناي حاضر أطلبلك ايه لا يا عادل خلاص طالما انت أكلت كأنني انا اللي اشبعت الله عالحنية على الاساس ان انا لو اجالي برد انت اللي تعقصي عن Gray طول عمرك دمك خفيف يا مضروب ما عارف من دمك خفيف اخلاص يا عزة ايه ابدا يا عادل انا الاول نتكلم بصراح اهوي اهوي فضال يتكلم بصراح فضال طول عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر اه بدأنا قلة قدب ممكن اقوم قلطشك على دماغك على طمو لا انا بتكلم بجد يا عادل طول عمي شايفة ان انت متدلع ومرفع ومستهتر مستهتر اه اولا وضعي طبيعي جدا ان انا تدل على ان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيلة يعني وبعدين انا زاكي جدا عنك ويعني دم خفيف جدا عنك وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسرة بس انا عايز اتكلم في حاجة تانية دروت يا عادل انا فجأة حسيت انك بقيت راجل راجل يا عادل يا سلام يعني انا اول انبارح كنت عيل والنهاردة بقيت راجل ده ايه اللي يعمل بتعدي بسرعة دي قصد يا عادل ان انا اتغيرت وجهة نظري فيك بعد حركة الوصية دي حسيت قد ايه انت قلبك علينا وقد ايه انت متحمل المسئولية راجل على الله ايه اتمر بس ما عشان كده انا اجيالك يا عادل عشان اقف جنبك بأفكاري ربنا يا مستر ايه بقى الأفكار اللي عند حضرتك ايه رأيك يا عادل تبيع الشقة وتبيع البزار وتقسم الفلوس دي عيننا كلنا طيب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بي ايه ايه ابدا هادفع مقدم في شقة من شقة نقابة المعلمين اصي الشقة دي بالقصد وحشتين عربية صغنطات كده على قد عربية صغنطاتك ايوة الواد حمادة بزوكة اللي هو ساكي عناصة شريعنا عارفوا عنده حتة عربية يا عادل قد كده يادوبك تشير نفارين لونها فوشيا متالك متجنطة ولكاسب بأوكولايزر وتويتر ولا اسمه ايه بتاع الورا ده سبويلر سبولير السبولير اللي ورا بيبرق فضيع الكاسة بتويتر وكولايزر اه 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 الكاسة ده بيبقى جوه العربية شفتيه ازاي سناء ما هو اصلا ما فيش حمالة بزوكة لما كنت متأخرة على المدرسة فكنت عايزها لحل مسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش الموصلات زحمة فهو اللي في العربية وانت راح للمدرسة الصبح ده على اساس ان انت تدريسة ما عاد سري ما يعني؟ لا ما هو اصلا الولد ده لا كنت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت مع ايباد يعني هو واصحابه ما تغييرش الموضوع ما تغييرش الموضوع خلينا الموضوع الوصية عموما موضوع بزوكة ده مش هعديها سناء الوصية بقى يا ستي انا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايز وانت عايزة منها ايها سناء عايزك تبيع الشقة وتبيع البزار حلوة قوي يعني انا لو بعت الشقة وبيعت البزار حضرتك ما فكرتيش هنعيش ازاي انا عن نفس هعيش من مرتبي واشتري شقة واشتري عربية ما يخصنيش تعيشوا انتم منين سناء غوري من وش يا سناء يعني ربط مع الوات بزوكة؟ ربطي مع بزوكة جامد عشان يفرقع في وشك وانا اللي هفرقعكوا يا سناء ماشي يا عادر سلاموا عليكم مع السلامة خرب بيت الوسيعة اللي فكر انه هو يعمل الوسيعة انا الغلطان انا الغلطان مجلاء هاتي الجاتو من تحت السرير اطلع البلاك فورست ولا الإكلير ليدو اللي اتنين يا حبيبتي ايه ده؟ ما شاء الله انتم فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادر اني مليش فيه وانا كمان طب مدام ملكوش فيه انتم الاتنين جايبينوا ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث ماما تقصد الوسيعة اه الوسيعة لا اتكلم اتكلم انا عارفها يا عادل اني انا مش من حق ان اتكلم في الموضوع ده وانا كمان انتم الاتنين مش من حقكو عايزين تتكلموا ليه يعني قصدوكو ايه؟ يا حزدينا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومقدم وحسيس ومش ممكن حتسب ان اتشحطط من بعدك يا عادل وانا كمان بس هنعكي انا واسط اني لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقنا انا بس انا 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 بعت اصطفق علشان انت جوز بنتي وانا عارفة انك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطينا في الحزبانات بتاعتك في الميراث حزبنات ومراسة بتكلم على ايه بس يا حماتي؟ عادل حادل يرضيك ان انا نحرف وانا كمان؟ بص يا حماتي الحكاية دي متهالة فتاة وانا بس طبعا ما ارضنيش يعني يبقى خلاص لازم تكتب زي زيهم بالزبط في البازار وفي البيت تكتبلك كل حاجة زيك زيهم بالزبط يكتبلك يا مجيدة يا سوسة يا تاعبانة ايه ايه اكتب اكلية ده تو الشوكولاتة انت فاكرا عاي صغير؟ يا صناق انت ايه اللي جابي كم؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقولك ايه استنت دي وبينتها مانوامش قشاية في الشقة والبازار يا عادل انت مالك انت دخلي في الملكيشة خارز انت عادل هيكتب زي زيكو بالزبط بقول عادل لا هيكتب ولا حيمسح يا مجيدة يا عرّة ماما 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 فيه ايه في ايه تعالي اتفراجي بقى على مجيدة العرّة دي قال ايه؟ عايز أخوي عايز تحك عليه وتخليه يكتب لها في البزار والشق زي ما بيكتب لنا يا ماما عايزين تورسوا ابني بالحية يا الماما يا دون يا شحتين يا جعنين يا سلام يا ماما ما انت مبرح يعني لحضريتك وانت عايزة تورسيني بالحية برضو انا امك ومن حق اعمل لانا عايزاه هو فيه ايه بالضبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص انتش ملكيش اي حاجة في الحمص وانتش ولتيها ايوة ملكيش اي حق لا هتقعد في نصيبي نصيبي في الشقة وفي البزار ما ان شقة من حق الزوجة اه ايه ده؟ عادل خد موقف انا من رأيي نقفل على الموضوع ده دلوقتي نقفل ده احنا لسه حنفتح بقولك ايه عادل الشقة دي ماما هي اللي جايبها لك ايوة انا بيعتي شبكتي عشان اجوزك والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوفة عندي ايه؟ سامعي عادل اكتب الوصية باسمي لا باسمي انا قلتلك بيه عشان نخلص من الاشكال دي عادل عادل اووس الجدم وابده ندماتي على فعلاتي تحطني في وصياتي وانا كمان اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشية مع اماماتي وانت لسه عيشة انا امك ادينا كلمة الوعد وانا زوجتك ومستني الرب وانا اختك ومستني العقد ايه يا جماعة كفاية بقى حرام عليكم بجد بصوا اخواننا كل واحدة فيك وتتكرى على الله تروح قضيتها انا مش هعمل اي مراس ولا هعمل اي وصية ولا اي حاجة اما موت بقى يبقى المراس الشرعي والمراس الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانسيين وبما ان ولا واحدة فيك وتعتبر ذكر يبقى ملكوش اي حاجة سووا عليكم انا سوف يو Verein دولة انا كنت طلب منك طلب في الوسيطة يا قد الوسيطة اعايز ايضي يا سيدي اعايزك تكتب لي التماثيل باسم من شمعنا التماثيل يعني علشان يبيعهم يا دولة بقى او اعمل عملية اللي في عناية دي علشان اشوف من状 لنا التدوار يا تك انت مافيش في دماغك غير موضوع العملية العلمك انا ممكن انا بيدي اعمللك العملية من غير دكتور ومن غير اي حاجة يعني مش هتحس باي حاجة ومن خير فلوس كمان معقول يا دولة أمال إيه؟ عارف شانطة الإسعافات اللي عندنا؟ آه ولوحات هادو أنا أعمل لك العملية هوا يا دولة هوا خرب بيتك مش راهم إن أنا مش دكتوري يخلى أي حد يلعب له في وشه كده هيا دولة هيا دولة هيا دولة شانطة إيه هيا هيا دولة وقعد بقى وقعد بقى هيا دولة هيا دولة هيا دولة موسيقى بص القطنة دي حطها كده هوا آه والقطنة دي حطها كده هوا ساكم بأيديك ساكم بأيديك جامع ولوقتي نخش على مرحلة الشاش الطبي ربنا يفليك يا دولة لي يا رب انت تعلمت الحاجات دي فين يا عام؟ يا ابنة أنا فاهم كل حاجة يا ابنة استنى استنى يلا هاتي لك برضو قشة كرتون كده هوا انا عاملك ايه؟ كأنك سلك اريان مثلا انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص طب هنشولي للشاشة جامت يا دكتور دلوقتي انا نهو قولي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولة ايه مش شايف حاجة؟ مش شايف اي حاجة يا دولة بجد يا لها رمزي خالص طب دول كان؟ مش شايف يا دولة مش شايف يا دولة دول كان؟ مش شايف دول برضو يا دولة يا خربيتك طب دي ايه؟ دي ودني خضيتني يا لها يخرب بيتا طب ليه انقذني ايه اللي حصل حاماتي خير؟ مراس اجدادي وتراس السابقين هيروح مني لا 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 ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجة هو ايه؟ ايه الحكاية فايميني بس بالراحة كده؟ لا يا دولة ما دام هيروح منها تعال اعمل ايه في البزار ونروح ندور عليه؟ اصلا انت شو ينتشه؟ ولا 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 ينتشه ايه انت مالا انت تتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل بزار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل الموقف بتاعي في تركيا خيديع لو انا ما دفعتش الفين جنيه موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباس مثلا في تركيا؟ لا اه اه انا هو الموقف لما يكون عندك فلوس وقفه وبعدين بتفك اه واقف يعني انت ديك واقف في تركيا وعايزة الفين جنيه اه لا يا حماتي يعني من ايه نجيبلك الفين جنيه ده حتى الطابق مكسور اه وروحنا حتى باعتنا الطابق ده يتلحم عادل عادل ارجوك يا عادل اه يعني انت بتشتغل في الحضارة وفاهمني ايه ايوا انا فاهم طبعا عاماتي يعني بالنسبة للحضارة وفاهم كويس قوي ان تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جدا واثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار تب دولا هما كانوا راجبين ايه وهم رايحين المشوار ده راجبين اوتوبيس 183 يا لا اللي هو بيقف اول محطة عنده محطة الحضارة بعدين محطة العراقة وبعد كده محطة الاصالة وبعدين بيجرش بقى في محطة التراث دا تلاقيه مكيف ده اللي هو اتنين جنيه ونص بايل ايوه انا بس بقى لا انا عندي الحجة اللي تثبت الكلامات دي ايه هي دي الحجة ايوه بص دي صورة دي دي صورة جماعية للعالم ولا ايه اه دولة صورة طب انا فين يا دولة شاور علي كده انا مش شايفني خالص تعالي الناحية دي كده تعالي الناحية دي بص ركز جامل يلا ركز جاة لا تعال كده طب المصوراتي فين طيب ما دي كاميرا الخفية انا اه بسبع بسبع ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه ليكوا جزء فيه اه ليكوا ايه مثلا تلاتة كيلو سمك غير السلطات والتحينة برضو هدولة بيخرجوها منه ولا ايه ايوه لا بس بيخرجوها خاموا بعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها طب وليه يكرروها هدولة ما هي مرة واحدة وبعديها ايه ينزلوا بقى بالسلطات الخضر مش هتا ولا ولا تخذرو حمادي واقف انت نستهبل انا اسفين كده يا حمادي تفضل ده بقى البحر الميت وبردو لينا فيه شوية ليكوا شوية في البحر الميت ليكوا كان ميت على كده يمكن دي الترب بتاعيته مدولة ولا ولا مش معقول بجد اسفين كده يا حمادي وقد مش متربي وكل شوية فكره ما تهزرش ما تهزرش تبس الجزء اللي فيه المية اما بقى الجزء اللي هو الارض انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشرة الجوية دول انا مش فاهم حاول على المسلسل ده مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشرة ده مش معقول انتوا بتهزروا احنا عندنا في تركيا اقلوا اقلوا كده متين الف مربع مكعب متين الف مربع مكعب بص انت اللي بتهزر اهو حمادي لا يا عادل بغير بقى جبل برطمان خان بتاع جده جبل برطمان خان يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنا الجبل ده وبعدين حطه ببرطمان ولا ايه؟ اصلي هو تسلقه وبعد ما تسلقه رحاطة العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكتاته ايه ده ايه ده؟ طيب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما باعلنش ان هو ممتلكاته ولا حاجة انت ممتغطان برضو يا رمزي لازم تعلم ان هو من ممتلكاتك يا ابني مدام بتطلع طلع نازل طلع نازل اه؟ لا لازم تسجله يا لف شهر العقاري عشان تصير حاجة لعيال عيالك زي الهانم كده عادل ارجوك يا عادل من فضلك انت مش هتصدق النقلة الكبيرة اللي حنتنقلها كلها ارجوك بص يا حماتي فكرت انك انت تحكمي تركيا بالفين جنيه دي دي مش وردة ومش ردة تدخل دماغي خالص لا ماهي الالفين جنيه دي يا انت مش عالشان كده الالفين جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسى وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي بص لو خسرت وطبعا مش هيحصل انا حابق ارجعلك الفلوس دي من المعاش بناي بس بقى بالتقسيط لا 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 احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد ايه سيب اننا راحتنا فلوسنا على اساس ايه ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا انت مال طب ايه راقيك بقى بالعندي فيك يا رامزي هسلفها الالفين جنيه يا تريش انتي مرسي مرسي يا عادل بجد لا يا حماتي بتصدقتي ولا ايه لا طبعا يا عادل من فضلك انا عايزة الالفين جنيه دول فاسرع وقت يا خلط مراني دولت مش الفين جنيه دولت خمس تلاف جنيه لما يجلنا الفين بقى ندهملك ايه انت بتخدمني ليه بص يا رامزي ما تخدمنيش ما تخدمنيش يا ابنة انت بتضمرني بتضمرني عرامزي عادل ارجوك يا عادل بص يا حماتي يعني ماشي انا ممكن اسلفك هسلفك الفين جنيه بس ترجعهم لي عشان ديه فلوس شغل يا حماتي اوكي يا عادل بس انا ليه بقى طلب اخير منك انا عايزةك بقى تحضر معايا المقابلة بتاعد المحامي بتاعي اسم العقر المحامي بتاعي اسم العقر عناية ازا كان هو العقر انا المفتح موسيقى ولولين يا ماما الساعة معاك انا عدا توقيت تركية هههاء اقلي ياى يا سagna ما عادل اهوة تركي بتاعتك ألا ايه هو تملك الشركزي اللى هو التởكي بيتربى في عشش ولا بيت بيطلقوا كدا هههههههههههههههههههههه لا انا اسمعت ان قني الدك الشركزي تمت وسبقى العشش بقت واقف دلوقت للفراخ البلدي هههههههههههههههههههو والفراغ البلدي دلوقتي نقضي على نار بكرة هتشوفوا أنا هبقى إيه وإنتوا هتبوا إيه يا جربوعات جربوعات؟ مامي لعلمك بقى تحدياتك تفتقد الواقعية وعشان تبقى فاهمة الحقوق المنفعية بتتثقص مع التقاض مامي تبقى واحلة بعد كده ممكن نبقى نسافر نصايف في تركيا؟ بيان سور شيري وتصايفي عالبوسفور وتستحمي بقى عالبحر عالبلاج وتلعبي في الجنين بتاعت قصري بتاعت جدو وتلكبي الخيل بتاعت جدو الخيل بتاعت جدو خيل الله ما جعله خيل يا ماما أنا القوام بقى تفوي من الستابل اللي إنت عايشة فيه وتقشي معانا على أرض الواقع كده حاضر يا حبيبتي سناء وبعدين أيبا سناء أيوا أيوا سناء يا واحد مساء الخيل مساء الخيل مش دي عماية خمستاشر شاءت الأستاذ عادل؟ آه دي عماية خمستاشر خيل 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 معايا يا جواب للسيدة مجيدة يقفت ييوحي من تركيا ييوحي يانهر يسوح متشكرين اوه انت حضيك اسمك ايه؟ يامي يده يا مدان يامي يده يا مدان ده أبوبي ينتقم منه متشكرين قوي يا يامي انت يقع الله يخدي اديني اديني ده من الأبوكات تاعي اوه لا الله اوه لا الله اوه لا الله الأبوكات الأبوكات هو اسمه ايه؟ المحاين العقر العقر أيوا مرسيف نشاطركم الأفرح غدا أصل على طائرة اسطنبول الكاهرة ومعي مستندات ملكية الوقف اوه اوه اكيرا اكيرا انا هيخد مستحقاتي سميرهم سميرهم اهيه ايه طبعا يا ماتي بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتأكد منها طبعا يعني سر مش مش يا ابني في المش مش ما كانش حد غلب ده اللي عنده بيت ملك بلما جاره بالعافية انت هتاخدي وقفة في تركيا اه بقى الحكومة التركية هتديكي وقفة يا حبيبتي الأتراك مش بالسهل كده امي على فكرة انا بدأت ارتبك انا خايف الموضوع يطلع على بومبة وخايف عينا من الصدمة ناو يا الشريء التميني خالص لا يمكن يكون حاجة زي كده انا بقى لازم دلوقتي احدر نفسي اللي استفد ولازم احدر شهادة الميلاد بتاعتي ولازم احدر الباسفورت اه حماتي معلش يعني انا قاسم بس حضرتك يعني متهال ان انت محتاجة دلوقتي التبتاح سبيني الجواب ده اه انا هدرسه وعمل كل حاجة انت تخش بس التبتاحي لغايتها ما تشوفي حكاية دي ايه 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 صح ولا غلط ولا ايه اه اوكي عدل 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 ايه خير تخيل مين قاعد برا يا ناوانا نايم كده هو يا ماينفعش ان انا تخيله ممكن احلملك مين اللي برا المحامي قاعد ما همامي والواقف طلع واقع ملموس الواقف طلع واقع ازاي يعني ممنحيق قبيل يلا ايه بس عشان تشوف فهم بقى يا عزيق حاضر حاضر ما جيدة هاني تحياتي وتهنينة لفخمتك أوراق الوقفة ميسي طب أنا عايز أعرف الورس المعنوي أخباره إيه؟ معنوي؟ شفان؟ الجده كان واحد لقب أجا خان أنا بقى عايز أرجع لقب ده تاني والله هم عرضوا علي يرجعوا الطربوش فقط أنا رفقت أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً محمد الغور يا فنم أهلا وسهلاً حضرتك من الورسة؟ اتفضل حضرتك حضرتك أنا مش من الورسة لكن زوج إحدى الوارثات وبعدين أنا أعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي أنا اللي بصرف على القضية بتاعت الورثة تشرفنا حضرتك أنا كنت عايز أسأل بالنسبة للقضية بتاعت الورثة دي حضرتك لو أنت ضمانها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني ولو جات اصلا حنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها بفيش حد يتصرف في ممتلكتات بتاعة جدودي مامي لو انت بحتي تسكوتي شوية بعد اذنك يعني بعد اذن حضرتك الممتلكات دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقسمها جزئين جزء منها نعمله متحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكرة يبقى ده فيه دخل ثابت بالنسبة للأسرة الجزء التاني نقدر نبيعه وناخد فلوسه بقى اوكي اوكي مفيش ماء بوني دي بوني دي يا عادر لكن على شرط محدش خالص يمسك ولا يلمسش المعدنات بتاعة جدودي ولا تقم السنات بتاعة جدوش يا جماعة يا جماعة احلامكم حاجة والاجراعات القانونية حاجة تانية اللي هيحصل كالتاني لجيدة هاني مع اغا خاني هجي 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 يا حضرتك يا حاماتي ليه متسرعة كده هو مش بيقولك حاجة مجاملة ده اسمك الجديد احفظي بقى نجيدة هانم اغا خاني حضرتك هتعمل لي التوكيل كامل وشامل ومتكامل هاخد التوكيل واطع بيه على تركيا افور للليلة في السريع واجيب الفلوس بتاعة الوقف واجي على تركيا تفور ايه حضرتك حضرتك محسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل سمحت ما تدخش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عقيمة الامور وخيمة عقيمة الامور اسمها عقلة الامور يا ماما انت بس بتقولي ايا حاجة رانيا رانيا انا مش متطمن لحكاية التوكيل دي يا ماتر انا انا عمتلك التوكيل من امبارح الله عليكي كده بقى كل الاوراق المطوبة معايا اتطميني يا هانم كلها يومين اتنين والوقف عيبة معاك حضرتك يا باشا مش متطمن مش كده ايه ناشي ما تضل يا هانم انا مجهزه بالله الله يمجهزه شيك بمئة الف جنيه اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هانم بنت هوانم ابتسامتها ضحكتها ماشيتها نضارتها ما تقفريش نضارتها ملعاتة بقى اصلا بقلت مي يا خيدي اخليت معا لغات ما تخلص الورق دي زي مانتك برضو طبعا طبعا يا ماما انا هخش لها دلوقت عشان شوف ايه الاخبار وكده يلا يا حبيبي يلا خش لها بقى طبعا يلا ربنا معاك مجيدة هانم هانم مين انا ابنك عادل انا مش مخلف اولاد انا الجوز بنتك عادل يعني حضرتك اه افتك اختك افتك اختك ادخل شكر قوي متشكر جدا يا ماما اه اه ينفع اقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش اه اه انا طول عمري وانا بحلم ان يكون عندي ولد اه بس اكيد مش بالمواصف عندي معلش بقى يعني هولي موجود يسده خلاص يعني وكان نفسي انه يبقى فاغس زي جده اه عارفة حضرتك انا كنت هقدم في كلية الشرطة بس في الاختبار بتاع الشرطة وانا باجري رجلة الاول بس كنت هابقى فارس يعني يا حرام يا حرام انا العموم انت شاب زغيف ولطيف وممكن اسمحلك انك تبقى ابني ربنا يا خليكي بصي انا مش جاي اتكلم في الالفين جنيه اللي انت واخداهم مني يعني برغم ان انا يعني اللي بدأت يعني انا البداية يعني يعني انت مش عوزهم اه لا طبعا هو في حساب بين ام وابنها يعني يا ماما انا جاي النهاردة وخايف عليكي من ايه يا ادال يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاي المرحلة صعبة جدا لازم هكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات يرد على التليفونات الارضية يقابل الناس يشوف الاوراق وكده يعني تتصور تتصور يا ادال انت عمرك اطول من عمر راشد انا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده وكنت حنزل كمان اعلان في جورنال دي جيبت لا جورنال اللي تنزلي في اعلان منا هو حضرتي على العموم يا ادال انا مش هلاقي حد احسن منا ربنا يخليكي يا ماما ابي عادل لا ابي عادل ايه قولي اخوي عادل انا اخوكي يا ماما والله يا ابي التأخير ده كان بسبب الزحمة وانا ما كنتش مع اولاد في سينما اولى حاجة خالص لا سيني ايه واولاد ايه ده انا حتى لو شفتك بعناي مش هسدق معقولة اختي بيدروح سينما ومروح سينما عاد يا ماما تروحي سينما عاد بتجد؟ اه طبعا يعني انتي خلاص بقيت شابة ومن حقك تكسبي بعض من الحرية يعني بسي قوي يا ابي عادل اه قلنا اخوك يا عادل 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 عايز اخش المجيدة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام الفارغ ده اول حاجة حضرتك دلوقتي غلطتي غلطتين وانا اسمي الاستاذ عادل مش عادل لان انا اللي بشتغل عند مجيدة هانم مثاليا هي مجيدة هانم مش مجيدة ثالثا ما ينفعش تخش يا ماما ما ينفعش يا سيدي انه بقى نخبط قبل ما نخش انا ما بتكلمش على التخبيط المسائل دي كلها بتبقى بنظام حضرتك لازم تاخدي معاد ونشوف لك معاد ونشوف هينفع تقابلك ولا لا اصلا يعني حاضر يا عم المدير حاضر ياسي المدير اجي امتى انت بصعبها كده ليه انت تتريع علي او لا ايما تيجي تشتغلي شغلتي يا سيدي اه لا او انا بقى او انت لا 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 يا هانم انا احبش حدي يدخل في شغلتي حاضر يا بي حاضر يا بي اديني معاد وخلصني اصباري بقى ما نشوف معاد يمكن ما نلاقيش مسا ولا حاجة اصباري لا 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 ميرسي ما في واحد دخل تهم انتها البساطة انت مالك واخد معاد بقالها اربع طوشور زبولي زبولي هنشوف لك معاد انا محبش حدي يستعجلني لا اما اجيبلك الام يا ام يا ام يا ام يا ام يا ام نطقت نطقت طبعا انت كنت في ام يا ام كنت في الحمامة دولة في ام يا ام يروح الحمام انا اسمي فاندي بشوف الناس اللي عاملين شغب دول فضل ام بقى ولا حاجة اجي امتى تعالي بعد تلات اشر و umas 3 احينا نوفصها خلاص. يلا مت شواحس. اي Mont茶 متراشخ ايه حطي تýchاني ايام. ايدي? ايدي ايدي ايدي? ايدي ايدي? راح على فينا حاجة حبيبتي وعايزة رضيها. حبيبتك وعايزة وترديها ودخلك ده هو بسهولة. لا يا هنم لازم تعدى على الجهاز. الجهاز ابني. اهو دولة. جهاز ايه? الجهاز يا دولة اكتشف السلطة دي. جهاز هو الاكتشفها? اه. ما بينا في ايديها يا غدي. ايه يديتي? ايه اللي في موجودة انا هو في الشام. يديتي الحبيبتي عباية. يا بلا عباية معقولة يعني. معقولة مجيدة هنم هتبس عباية بعد قصدي خد العباية بتاعتك وتكلع الله. عادي. حبيبي. ده انا امك حبيبتك. ده انا امك حبيبتك ما ينفعش شغل يا ماما وفوش ده انا امك حبيبتك. عايزة بيتي تخيلي بقولي ده انا امك حبيبتك. لكن انا مستلم شغل يا ماما وانا مسؤولة عنه يا ماما. امك. امن? امن? امن يا فاندي. معرفش امنا. يلا معاتك. يلا يلا حاجة. يلا. انا اسف يا دولة. انا اسف يا دولة. امن واحدة معت دايما عندك كده امن انت ام ازاي يا غبت. اه على فين يا هاني. تتي حبيبي انا رايحة اوادي ماما هديد اه هابي فالنتان سعيد الام. هابي فالنتان سعيد الام في يونيوم. عليا ده انتو تتعملوا مع اسكة جهاز. حدوا ايه قدام الاوضة دي يما ليه? اه? اه? بعد انزك اتفضلي وبطلوا تمحيك. يا بيبي بليز. مفيش بيبي انا هنا مش بيبي انا هنا في الشغل. الشغل ما فوق شبيبي. امن? 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 اوكي يلا يا امي اسمين. يلا يلا حبيبت يلا. اه يا جماعة عيب بقى. يا جماعة عيب بقى اخواننا. خلوا عندكو كرامة. خلوا عندكو احترام لذات نفسيكو. يعني لازم يكون عندكو فين كرامتكو? فين كرامتكو? اه ايوة يا هاني. مرسي. انت سياغ جاهز? ايوة يا فندم. البطرو. اه الحمام. ايوة. انا قلت ايه البطرو? انت عملته ايه? ايوة فندم جاهز ان شاء الله. وباذن الله يا ربنا يكريمك كده ويبقى حمام الهنى يا فندم. ودي الشبش باهو ابو وردة. وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فندم. مرسي. اه رشيتو بالدي طول. رشينا دي طول. اه عملت الادوية بتاعة الحشغات. عملناها تقوة لا شركتها يا لا. اعملت لها يا فندم. وغايا. وغاكي طب. اه كرس كرس. يا دخل على باب الحمام. وقم بخد عليك. اهلا 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 اهلا. ازاك يا استاس عوق? فين مغينا? موجودة يا فندم يا اهلا وسهلا. انست وشرفت ونورت والله. يا وش الخير. اتفضل يا عقر باشا. اتفضل اهلا وسهلا. سهلا المنور. ثانية واحدة. انا دهة للهانم مجيدة هنا. اه مجيدة هانم? اهاتفزنة. اهاتفزنة. مجيدة هانم العقرباشة في انتظار ساعدتي. بوزور. بوزور بوزور. ميتر اه 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 اتن ميني. جايفلي كم مليون معي. انا جاي يا هانم ومعي مليون زنبا وزنبا هتا حبي تاخدي عني زنبا الأول المعقولة يا فن مغيروا العملة في تركيا وبقت بالزنبا المعقولة يبقى ديني بقى ربق زنبا مخلوم اعملهم ديني هانا ارجوك ارجوك يا ماتر يعني اشغخ لي احسن من كده شوية حاضر يا هانم يا هانم الحكومة التركية اصدرت قرار بانشاء كبري علوي يربط ما بين اسطنبول البلد واسطنبول العاصمة بس خليهم يستفيدوا برضو يا فن من تجربتنا يعني يشوفوا مسا الكبري الدائري اللي بيعضي اللف دا ومحدش بينزل منه في النهاية دا هاية لما جم لي ابن الكبري الكبري عدى على الاملاك بتاعت الوقف بتاعتك فاملاكة بلها والوقف بتاعتك بقى منفع عمه نعم يا اخويا منفع عمه يعني انا خباتك يعني مفيش وقف يا هاني وانا بصراحة اتشايمتي من القضية بتاعتك عشان كده انا قرر ممسكش اي عضايا قصة بترقية دي عشان حكايت البكاباري اللي بيعمروها ولعلمك بقى انا مش عايز اتعمل القضية دي ولعلمك تاني بقى ارغوكو متلعوش تصرفوا الشيك لان مافيش غدا تصير انا كنت بتسني القضية دي كنت بتسني القضية دي حاسبي الله ورعب الوكيل حاسبي الله ورعب الوكيل فيك يا الله خربيتك مجيلا بقولك ايه بشعر الاسد اللي انت عملاك عملاك ايه عملاك انا ريمان ما تقنعك بتاع ده والالفين جنيه الالفين جنيه الايمة بش هيحزة الكويس لا 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 الالفين جنيه لا ايمنا الايمنا اشتركوا في القناة